موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العنوين مجلس القيادة الرئاسي ينعي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العرادة يناقش مع المبعوث الأممي الوضع الإنساني في اليمن والتطورات على الساحة الوطنية موسيقى الحكومة تعلن استمرار تعاطيها الإيجابي مع مبادرة تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنع من العنوين إلى التفاصيل نعى مجلس القيادة الرئاسي ببالغ الحزن وعظيم الأساس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها الكثير لبلاده ولأمته وجاء في بيان النعي أن الأمة العربية والإسلامية فقدت برحيل سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان قائدا حكيما وفيا لشعبه وأمته نظر حياته لخدمتهما وسهم في تحقيق السلام العالمي وتلبية نداء المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي غطت معظم بلدان العالم منوها بموقف الفقيد ودعمه للشرعية اليمنية من خلال مشاركة بلاده في تحالف دعم الشرعية وإسهاماته الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية وتنفيذ المشاريع التموية والخدمية عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وأكد بيان النعي أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء اليمن وأنها مجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشغيقين والضاربة جذورها في أعماق الأرض وجاء في تاريخ البيان وبهذا المصاب الأليم يتقدم مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية بخالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا سائلة المولى عز وجلان يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة بن زايد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته هذا وقد أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان الحداد على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام كما بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي برقية عزاء وموسائل ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان عزه فيها ومن خلاله الشعب الإماراتي الشقيق بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في البرقية بقلوب مؤمنا بقضاء الله تلقينا مجلس القيادة الرئاسي في مجلس القيادة الرئاسي نبأ وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان والذي شهدت في عاده دولة الإمارات العربية المتحدة نهضة تنموية وحضارية وبوفاته تفقد الأمة العربية والإسلامية واحدا من أبرز قادتها الذين كان لهم مواقفهم العظيمة والمشارفة في الدفاع عن قضايا الأمة ومكتسباتها في كل المحافل الدولية وأضاف فخامة الرئيس إننا إذن نبعث لسموكم وللشعب الإماراتي أصدق تعزي وصادق المواسى نسأل الله أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يحفظكم وبلدكم العزيز من كل سوء ومكره وإنا لله وإنا إليه راجعون بعد حياة حافلة بالإنجازات والتطوير والتمية على مستوى دولة الإمارات والخير والعطاء لخدمة الإنسانية على مستوى العالم رحل الشيخ خليفة بن زايد النهيان رحمه الله تاركا بصمات خالدة في سفر النجاحات مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي عاده الزميل فؤاد التميني ودعت الإمارات اليوم حكومة وشعبا ومعهما الشعوب العربية والإسلامية والعالم الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبان نهضتها ورفيق درب والده الشيخ زايد بن سلطان الذي أخذ منه الحكمة والحنكة والاقتدار منذ سنواته الأولى ولد الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان في السابع من سبتمبر عام 1948 وما أنشب عوده وجد نفسه أمام مسؤوليات وطنية لا تنتهي وأعمال كبيرة لا يقوم بها إلا هو كبن أكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة تلقى الشيخ خليفة تعليمه المدرسي في المدرسة النهيانية التي أنشأها والده وقضى معظم طفولته في واحات العين بصحبة والده الذي كان يحكم منطقة العين في ذلك الوقت واكب الشيخ خليفة تاريخ الإمارات في جميع مراحلها فقد حرص والده الشيخ زايد على استحابه في معظم نشاطاته وزياراته اليومية وظل ملازما لوالده في مهمته لتحصين حياة القبائل في المنطقة وإقامة سلطة الدولة كما كان له الأثر الكبير في تعليمه القيمة الأساسية لتحمل المسؤولية والثقة والعدالة تقلد الشيخ خليفة عددا من المناصب المهمة والحاكمة ويعد الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم السادس عشر لإمارة أبو ظبي كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان أول منصب رسميا يشغله عندما كان وليا لعهد إمارة أبو ظبي هو ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها وفي الثاني من نوفمبر عام 2004 توفي والده الشيخ زايد بن سلطان النهيان وأصبح الشيخ خليفة حاكم الإمارة مباشرة بعد وفاة والده وفي الثالث من نوفمبر عام 2004 انتخبه المجلس الأعلى لالتحاد برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ توليه حكم الإمارة ورئاسة الدولة أشرف وتابع مشاريع التطوير والتحديث التي شهدتها الإمارة كافة وتولى الإشراف على ما عرف بمفاوضات المشاركة النفطية التي أعادت صياغة السياسة النفطية ووضعت الأسس لعلاقات أكثر عدلا وإنصافا مع الشركات النفطية العاملة في الإمارات كما أسس وترأس جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة ضمن رؤية استراتيجية لتنمية الموارد المالية وللمحافظة على مصادر دخل مستقرة للأجيال المقبلة وأسس الشيخ خليفة دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية التي عرفت بين الناس بلجنة الشيخ خليفة حيث قامت بتقديم تمويلات سخية للمواطنين بدون أي فوائد لإنشاء مباني تجارية تدر عليهم عوائد مالية دورية مما أسهم في زيادة دخول المواطنين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي كما ساعد في استهار النهضة العمرانية في دولة الإمارات ككل أعطى الشيخ خليفة اهتماما كبيرا لمشاريع التطوير وتحديث البنية التحتية ومرافق الخدمات المختلفة وعمل على بناء جهاز إداري حديث ومنظومة تشريعية متكاملة وأطلق مبادرة لتطوير تجربة السلطة التشريعية لتعديل أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بحيث يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين كخطوة أولى تتيح في نهاية المطاف اختيار أعضاء المجلس عبر انتخابات مباشرة وفي الجانب الإنساني العربي والعالمي حرص الشيخ خليفة على أن تكون دولة الإمارات عنوانا عريضا في مد يد العون والمساعدة والمساندة إلى كل محتاج في العالم فأسس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والتي ساهمت بشكل فعال في المشاريع الإنسانية المختلفة في أكثر من أربعين بلدا حول العالم وكان لليمن نصيب وافر من المشاريع التي نفذتها دولة الإمارات وبتوجيهات مباشرة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية حيث تم إنشاء عدد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المرافق الخدمية والبرامج التنموية والإغاثية التي لامست احتياجات ومتطلبات المواطن اليمني وشكلت حالة من التواصل الدائم بين الإمارات وقائدها والشعب اليمني الذي يشارك إخوانه اليوم هذا الحزن برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله ناقش نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان عرادة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس روندبرغ الوضع الإنساني في اليمن والتطورات على الساحة الوطنية ويهود الأمم المتحدة لإحلال السلام وتثبيت الهدنة التي تخترقها من الشرحوث الإيرانية بشكل يومي وتحويلها الملف الإنساني إلى ملف سياسي وأكد العرادة أن مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخمة رئيس الدكتور رشاد العليمي وكافة أعضاء المجلس يتبنون السلام العادل الشامل كأولوية بما يضمن الاستقرار والمستقبل المشرق للبلاد لافتا إلى أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات والدعم لإنجاح جهود الأمم المتحدة لإيقاف الحرب وإحلال السلام العادل الذي يقود إلى عودة مؤسسات الدولة الشرعية ورفع المعاناة عن المواطنين واستكمال العملية السياسية أوضح أن ميليشيا الحوثي تتنصل عن كافة التزاماتها وتواصل خروقاتها المستمرة للهدنة من خلال التحشيد المتواصل إلى كافة الجبهات واستمرار القصف المدفعي والطيران المسير واستهداف المناطق الآهلة بالسكان في محافظة مأرب صاريخ الباليستية بالإضافة إلى إصرارها على استمرار إغلاق الطرقات والمعابر للمدن وخاصة في محافظة تعز وعرقلاتها لما لف إطلاق الأسرى والمختطفين ورفض كافة المقترحات التي تقدمت بها الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين وفي مقدمتها تسليم رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة بموجب اتفاق السكولم وبنود الهدنة وشدد العرادة على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بالكشف للعالم وللمجتمع الدولي المسؤول عن خروقات الهدنة وتهديد استمرارها والطرف المعرقل والمتعنت لتنفيذ الالتزامات وامرسة كافة الضغوطات الممكنة على الميليشيا وإيران للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعدم تحويل الملف الإنساني إلى ابتزاز سياسي وأكد استمرار الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم للشرعية بتقديم كافة الدعم والتسهيلات لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن لإحلال السلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري ويعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني من جانبه ثمن المبعوث الأممي إلى اليمن جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومواقفهم تجاه السلام لافتا إلى أن جولاته وجهوده ولقائته مع كافة الأطراف تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني وجه نايب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العامد الروكن طارق صالح بالعمل لرفع مستوى التدريب والتأهيل لمنتسبي مصلحة خفر السواحل وتعزيز الدوريات البحرية لمواجهة مختلف التهديدات وعلى رأسها تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية والمخدرات والقرصنة البحرية وأنشطة الجماعات الإرهابية ونقش العامد طارق صالح في العاصمة الموقتة عادل مع رئيس مصلحة خفر السواحل لواروخ الخالد القملي ومدير خفر السواحل قطاع البحر الأحمر العامد بحري عبد الجبار الزحسوح نقش أوضاع مصلحة خفر السواحل وضرورة إعادة بناء قدراتها وتأهيل منتسبيها للقيام بمهامها وطلع اللواء خالد القملي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية على أوضاع مصلحة خفر السواحل والمشاكل والتحديات التي تواجهها مثمنا اهتمام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بتفقد أوضاع المصلحة وتطوير أدائها بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني برقية عزائن وموسى إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات سقر غباش وذلك بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد النهيان وقال البركاني في البرقية فجعنا وفجعت أمتين العربية والإسلامية بنبأ رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونسأل الله أن يتولاه بعظيم الرحمة والرضوان وأن يلحقه بعباده الصالحين وأكد رئيس مجلس النواب أنه برحيل رئيس دولة الإمارات تخسر الأمة العربية والأمة الإسلامية قائدا فذا وحكيما أعطى لشعبه وأمته جل شبابه وحياته وكان يحمل هم أمته الكبير وقضاياها المصيرية مشيرا إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زيد النهيان رحل بعد مسيرة من البناء والتنمية والإزدهار بدأها والده المغفور له بإذن الله الشيخ زيد بن سلطان آل نهيان وستظل مسيرة البناء متواصلة وقال وإذ نعزيكم برحيل قامة إنسانية وسياسية فذة نعزي الإنسانية جمعا برحيل شخصية عالمية لها من البصمات والمآثل الكثير في شتى أسقاع المعمورة ونعزي أنفسنا والإنسانية جمعا بهذا المصاب مجددين الدعوات للمولى العزيز القدير أن يتولاه بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه فسيح الجنان وأن يلحقه بعباده الصالحين بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك برقية عزيان ومؤساة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بوفاة مغفوظ له بإذن الله تعالى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيدان نهيان وتقدم رئيس الوزراء باسمه ونيابة عن الحكومة لقادة الدولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقير بأحر التعازي القلبية وخالص المواساة بهذا المصاب الجلل الذي فقدت الأمة والعالم برحيله واحدا من حكمائها ورجالها العظماء والذي واصل بحنكة واقتدار قيادة مسيرة التطوير والتحديث التي خطها حكيم العرب الشيخ زيدان نهيان منوها بمآثره العظيمة في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكان الكبيرة التي حققتها وسيظل الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياده البيضاء على الدوام وابتهل رئيس الوزراء في البرقية إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زيد رئيس دولة الإمارات بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الشعب الإماراتي الصبر والسلوان في مصابهم الجلل وإن لله وإن إليه راجعون أعلنت الحكومة استمرار تعاطيها الإجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأرودنية الهاشمية خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الميليشيات قال مصدر المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الحكومة وانطلاقا من التزامها الكامل بخدمة شعبنا العظيم وبتخفيف معاناته التي تتسبب فيها انقلاب الميليشيات الحثية منذ العام 2014 ورفضها لكل الحلول السياسية وتقديرا للجهود المبذولة من مبعوث الأمين العام ومساعيه لتجاوز تعنت الحثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة على الرغم من استيلاء جماعة الحثي على إرادات ميناء الحديدة من رسوم جمركية وضرائب وعوائد أخرى للبضائع العامة والمشتقات النفطية وتسخيرها لتلك الموارد لدعم آلتها العسكرية بدلا عن تخفيف معاناة الناس وتسليم رواتب الموظفين فإنها تعلن استمرار تعاطيها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحثيين وأضاف المصدر أن الحكومة تشدد على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالميليشيات الحثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية ولن تتحمل الحكومة اليمنية أي تمسئولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحثيين وأضح أن الحكومة توجهت سفارتها في المملكة الأردنية الهاشمية بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وقال إن الحكومة إذ تؤكد مجددا حرصها الصادق على استمرار الهدنة وعلى فتح مسار حقيقي للسلام تدعو مبعوث الأمين العام والمجتمع الدولي إلى تطبيق كامل لبنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز وأهلها والبدء في فتح المعابر المؤدية إليها لتسهيل تنقل مئات الآلاف من المواطنين وإلى الالتزام بتسخير العائدات الجمهورية والضريبية للمشتقات النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدني لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الإنقلاب التي نؤكد حرص الحكومة اليمنية على اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيقها إيمانا بأنها حق لكل موظفي الدولة يتحمل مسؤولية تعطيلها ميليشيا الحوثي كما عطلت مؤسسات الدولة ومصالح وحياة المواطنين بانقلابها على الدولة واختتم المصدر تصريحه بالقول إن الحكومة إذ تدرك الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا وإذ تلمس الآثار الإيجابية للهدنة في نفوس المواطنين وفي معنوياتهم وفي حياتهم تؤكد على جدية مساعيها للسلام وتدعو بإرادة صادقة للبناء على هذه الهدنة واختيار طريق السلام وفقا للمرجعيات الوطنية والدولية وبما يحفظ سيادة اليمن ونظامه الجمهوري ووحدته وسلامة أراضيه وحق الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة وتدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثي وداعمها إيران وحزب الله لوقف إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطن اليمني وتهديد استقرار دول الجوار والمنطقة وممرات الملاحة البحرية الدولية التقى وزير الداخلية لواروكو إبراهيم علي حيدان على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي رفع المستوى بشأن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب المناقب بمدينة مالقة بمملكة أسبانيا بالعديد من منظمي المؤتمر ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر وأبحث وزير الداخلية مع سفعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل سبل توحيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية بالأمم المتحدة لكشف جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية ووقف عدوانها ضد الشعب اليمني كما التقى حيدان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السيد فلاديمير فرانكوف وبحث معه التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية على رأسها تعنت إرهاب الحوثي وإذلاله للشعب اليمني وتماده في انتهاكات الإنسان اليومية مبديا دعم الأمم المتحدة في إعادة ترتيب قوات مكافحة الإرهاب باليمن وأكد على دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان من انتهاكات الحوثيين وتسلطهم كما تم على هامش المؤتمر لقاءه بالسيد فيونوالا أولين مقرر الأمم المتحدة الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منقشا معها وضع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية في ظل انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية المستمرة لكل الحقوق والمبادئ التي يقررها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان افتتح وزير الشباب والرياض نائف البكري ومعه رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني افتتح مكتب شركة الخطوط الجوية اليمنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وعقب الافتتاح أكد الوزير البكري اهتمام القيادة السياسية ودعمها لقطاع الطيران وحرصها الدائم على تطويرها للارتقاء بخدماتها المقدمة للمسافرين بدوره أشار الكابتن العلواني إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح جميع الأعمال الخاصة بالشركة في كافة المجالات والارتقاء بتقديم خدمة متكاملة للمسافرين حضر الافتتاح وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة مختار رباش ورئيس الاتحاد السياحي باس الحزام ومدير مكتب اليمنية في جدة إحساس خليل شاركت بلادنا في أعمال الدورة التاسعة عشر لجمعية العامة للتكنولوجيا الاتصال والمعلومات المنعقدة في العاصمة التونسية بوفد ترأسه سفير بلادنا عميد السلك الدبلوماسي بتونس عبدالناصر باحبيب وناقشت الدورة عددا من المواضيع التي تهدف إلى توسع وتطور المنظمة في عملها كما تم انتخاب وزير الاتصالات السودانية رئيسا للدورة الحالية للجمعية وإقرار الموازنة العامة للمنظمة ومناقشة أفاقها وشدد سفير باحبيب على أهمية المزيد من الاهتمام بالكادر اليمني من خلال المشاركة في الورش والندوات التي تنظمها المنظمة وتخصيص العديد من المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في الجامعة والمعاهد التونسية بحث سفير بلادنا لدى ماليزية دكتور عادل بحمد مع المفتش العام للشرطة الملكية الماليزية تانسري أكريل صاني فقد تعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن والشرطة وتدريب الكوادر الأمنية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأعرب السفير باحبيب عن عميق الامتنان للحكومة الماليزية على مواقفها الأخوية الداعمة لليمن في هذا المنعطف التاريخي الذي يمر به وللشرطة الملكية الماليزية على الجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل تسهيل كافة ما يتعلق بأبناء الجالية اليمنية المقيمين على الأراضي الماليزية واستعرض السفير بحميد خلال اللقاء ما خلفه انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا من تداعيات سلبية وخطيرة قوضت الأمن والاستقرار في اليمن وأنتجت مأساة إنسانية هي الأكبر في تاريخ البلاد وكيف استهدفت تلك الميليشيات تدمير مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية والعسكرية مؤكدا حرص الحكومة اليمنية وبدعم الأشقاء والأصدقاء على إعادة بناء تلك المؤسسات وتأهيلها لتقوم بأدوارها الوطنية المنوطة بها كما تم التطرق لأوضاع الجالية اليمنية المتواجدة على الأراضي الماليزية من جانبه أعرب المفتش العام للشرطة الملكية الماليزية عن تقديره البالغ للجالية اليمنية لما يبديه أفرادها من حرص على الالتزام بالأنظمة والقوانين الماليزية مؤكدا حرص الشرطة الماليزية على تقديم كافة أشكال التعاون والدعم بما يمكن الجميع من الإقامة في ماليزيا وفقا للأنظمة المعمول بها وبما يحفظ الأمن والاستقرار للجميع كشفت منظمات حقوقية أن ميليشيات الحوث المدعومة إيرانيا تصدرت قائمة الانتهاكات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في بلادنا بنسبة 60% لرجال وتسعين بالمئة للنساء في عدد من المحافظة جاء ذلك خلال لقاء لرئيس الرابطة الإنسانية للحقوق ومقرها سويسرا فيصل القيفي ورئيس المنتدى اليمني الألماني للحريات ومقره ألمانيا خالد العفيف وعدد من المنظمات الحقوقية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع الفريق المعني بالاختفاء القسري لمناقشة حالات الإخفاء القسري في بلادنا وأشدد القيفي والعفيف على ضرورة استماع المقرر وفريقه لشهادات حية للناجين من عمليات الإخفاء القسري وكذلك لأسر الضحايا الذين لا يزالون مخفيين وتقديم ضمانات عدم تعرضهم للاعتقال في إطار برنامج لحماية الشهود مطالبين بتقديم الجهات المتورطة في جرائم الإخفاء القسري إلى محكمة الجنايات الدولية وإدراج تلك الحالات في تقارير مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة كما قدمت المنظمات بعض الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا لحالات الإخفاء القسري والتعذيب لفترات متفاوتة بين أربعة أشهر وثلاث سنوات من قبل الميليشيات الحوثية وثقت تحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تحالف رصد مدهمة الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا أكثر من 12 ألف منزلا منذ يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022 في 17 محافظة ووضح تحالف رصد في تقرير أصدره عن انتهاكات الميليشيات الحوثية فيما يخص اقتحام المنازل تحت عنوان تقرير العيب الأسود بأن المدهمات شملت تفجير المنازل واحتلالها ونهب والعبث بمحتوياتها وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة تصدرت المحافظات اليمنية الأكثر تعرضا للمدهمات تلتها محافظة صنعاء ثم أمانة العاصمة ثم محافظة إب ثم محافظة تعز في المرتبة الخامسة ودعا تحالف المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف مدهمة منازل المواطنين وقتل وإعدام وتصفية واعتداءات جسدية على ساكنها بمن فيهم الفئات الضعيفة من نساء وأطفال ومسنين واحترام الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم وترفض مدهمة المنازل وانتهاك حرمة ساكنها مطالبا الميليشيات بتقديم التعويض العادل لضحايا عن كل ما لحق بهم من خسائر بشرية ومادية جراء تلك الاقتحامات بما في ذلك المنازل المفجرة والمدمرة كليا أو جزئيا وإعادة المنازل المحتلة لأصحابها وكذلك المحتويات المنهوبة شاركت بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في أعمال الاجتماع الثاني والخمسي لمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياضة ونقش الاجتماع بحضور مدير عام الهيئة أو المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية المهندسة حديد ألمى نقش أكثر من 17 وثيقة عمل تختص في مجال التقييس وتطوير البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء وبما يخدم تطوير أطر التقييس والجودة وتسهيل إنسياب السلع وتعزيز اقتصادية السوق الخليجية المشتركة وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات التي تدعم توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها وتطوير العمل بالمواصفات القياسية بما يسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية بما يحقق دعم متطلبات السوق الخليجية المشتركة اليدير ذكره أن بلادنا تعد عضوا في هيئة تقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعزائي المشاهدين إلى حالة الطقس والدرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 مع الزميل الأكرم الحكومة تعلن استمرار تعاطيها الإيجابي مع مبادرة تسسير رحلات طيران نال يمنية من مطار صنعان ختم نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة